سميتها مريم وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذليتها من الشيطان فتقبلها ربها بقبول الحسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قال يا مريم أن لك هذا قالت ومن عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هُنَالِكَ دَعَى زَكَرِيَا رَبَّهُ قال رَبِّ هَبْلِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَى فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِعْرَى أَرَى بِأَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِأَحْيَاءُ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِأَحْيَاءُ صدقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَسُورًا وَنَبِيًا مِنَ الصَّالِحِينَ قَالَ رَبِّ أَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَ مِيَيْكِ بَرْوَا قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ قَالَ رَبِّ اجْعَلِّي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَنْ لَا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَافَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا قَالَ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيُّ الْإِذَكَارُ وَإِنْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَهُ إِنَّ اللَّهَ بَسْقَفَاكِ وَطَهَاكِ وَاسْقَفَاكِ عَلَى لِسَاءِ الْآلَمِينَ يَا مَرْيَهُ مُقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَالْرُكَعِي مَعَ الْوَاكِعِينَ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَيَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّقِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَ بِنُ مَرْيَمُ إِسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَ بِنُ مَرْيَمَ وَجِيْهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَلَّنُ وَمِنَ الصَّالِحِينَ قَالَتْ رَبِّ أَمَّا يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمَّرًا فَإِنَّمَا يَكُونُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالْتَوَّرَاتَ وَالْإِنْجِيلِ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ وَالْطِينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ قَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ قَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَدَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحِيِّ الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ